الصلاة الحقيقية هي صلة هي علاقة مبيني ومبين الله هي أن أنا أفتح قلبي وأطلب منه أن ينور حياتي أن أنا أتلزز بي وأشكره ويبقى فيه علاقة مبيني ومبينه وأستمتع بي يعني أقول له يا رب أنا بشكرك أنك أنت خلقتني أنا بشكرك أنك أنت فتحت النهار دعني عشان أشوف ودتني يوم جديد علشان تستخدمني لمجدك الصلاة أن أنا يبقى لي بعد آخر مش أن أنا أجمع بها حسنات الصلاة مش لجمع الحسنات الصلاة هي علاقة مبيني ومبين الله وعلشان كده الصلاة ما ينفعش أن هي تبقى ليها لغة محددة لأن الصلاة هي من القلب عايز أقول أن أنا في ساعات كنت بصلي بأنات يعني إيه بلا لغة كنت بصلي من جوه قلبي وربنا كان بيسمعني ليه لأنه هو فاحص القلوب والكلة يعني بيقدر أنه هو يعرف اللغة أننا اللي بناجيه بيها دون أن أتلفظ بلغة بالكلام بالكلام بلغة معينة لغة إلهية لغة روحية الله وضحها جوه الإنسان لكي يناجي بيها فهو الله لا يمكن أن يحد بلغة الله لا يمكن أن يحد بقبلة بمكان أو زمان أو اتجاه ربنا ما بيقبلنيش غيره وأنا متجهاله بهذه الوجهة على أي أساس هو الله مش موجود في العالم كله في الكون كله الله الذي قلق العالم هل يأخذ اتجاه معين لكي يتقابل الإنسان معاه لازم يتوجه إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال ده على أي أساس ما ينفعش أننا يكون فيه اتجاه أكلم بيه ربنا ما ينفعش أنه يكون فيه لغة أكلم بيه ربنا